يقول شاب، كنت أعمل في مطعم ليلاً وأعود من العمل في منتصف الليل، حتى كانت ليلة منطرة. خرجت من العمل وأنا تحت المطر، أستمتع بقطرات الماء، وهي تسقط على وجهي، وأنا أمشي تحت المطر كالأطفال. الرعد مع البرك مخيفاً جداً، وبينما أنا في أحد الشوارع سمعت صوت بكاء عالية. توقفت حتى أسمع لمن هذا الصوت ومن أين يأتي. بدأت أبحث عنه حتى وجدت فتاة تجلس تحت حائط تئن بالبكاء. اقتربت منها وسألتها ماذا حدث وماذا تفعلين هنا تحت المطر وفي هذه الساعة المتأخرة من الليل. خافت الفتاة مني وقالت لا أحتاج منك مساعدة، ابتعد عني ولا تؤذيني. قال الرجل لا أريد إذاءك، أنا أريد أن أساعدك، وتركتها وذهبت بعيداً. وفجأة استوقفتني تلك الفتاة وقالت أريد منك أن تعيدني إلى منزلي، فهو بعيد ولا يتوفر مواصلات، وأنا مسافرة. قال الرجل نحن في مطر شديد والنقل متوقف الآن، فالأفضل أن تأتي معي إلى المنزل وفي الصباح عودي إلى بيتك. وفقت الفتاة وذهبت معه، وكانت مبللة من المطر، كانت في يدها عصى تساعدها على المشي. قال هذا الشاب فوقفت أمامها، وشاورت بيدي فكانت عمياء لا ترى. تفاجأت من ذلك، وأمسكت بيدها لمساعدتها على المشي، فشعرت بخوفها وخجلها مني، وبدأنا بالسير. وسألتها كيف وصلت إلى هنا، وماذا حدث لها؟ قالت، قد أتيت مع صديقتي وهي من أحضرتني إلى هذه البلدة، وأثناء سيرنا في أحد الشوارع تركتني هنا، وقالت انتظريني سآتي إليك، وجلست أنتظر. وهي لم تأتي حتى الآن، فتمكن مني الخوف والقلق. وبدأت بالسير، ولا أعلم إلى أين أنا ذاهبة، فجلست أبكي حتى جئت أنت إلي، ويبدو أن صديقتي نسيت الشارع الذي تركتني فيه. وفجأة، ونحن نمشي تحت المطر، سمعنا صوت رعد قوي ومخيف، فخافت هذه البنت منه، وتمسكت بي بشدة. وبعد لحظات ابتعدت عني مسرعة، وتغيرت ملامح وجهها من الخجل، فقلت لها أنا مثل أخوكي، وقد وصلنا إلى المنزل. وكانت ملامح وجهها تقول كل شيء، وكنا مبللين بالكامل. أحضرت لها ملابس، وقلت لها غيري ملابسك هنا، وذهبت أنا إلى غرفتي، وغيرت ملابسي وأحضرت لها الطعام. وأخذتها إلى غرفة نومها، وكانت بجانب غرفتي التي أنام فيها، وتركتها وذهبت. وبعد دقائق سمعت صراخها، فذهبت إليها مسرعا، فوجدتها تصرخ والخوف يملأ قلبها. أمسكت بيدها، وقلت لها أنا هنا ماذا حدث، فأمسك الذراع بشدة من شدة خوفها، وقالت قد مر شيء على قدمي وأنا خائفة. فنظرت في أنحاء الغرفة، فلم أجد أي شيء، أخبرتها أن لا شيء في الغرفة. فقالت أنا متأكد هناك شيء في الغرفة، ابحث مرة أخرى، بحثت فوجدت فأرا تحت السرير، قالت الفتاة لا تتركني، لا أريد أن أنام وحدي. خذني معك إلى غرفتك، فنامت على سريري وأنا على الأرض، وجلسنا نتبادل الحديث ساعات، فتجاوزنا حدودنا مع الله عز وجل. وخالفنا ديننا وشريعتنا، وحدث ما لم يكن في الحسبان. مرت تلك اللحظات، وأنا أستغفر الله عز وجل وأبكي مما حدث. أيقظتها في الصباح الباكر، وأحضرت لها الطعام، ثم خرجنا من المنزل، وذهبنا إلى محطة المسافرين لأعيدها إلى بلدتها، ونحن عند الحافلة سمعت فتاة تقول، ها هي، ها هي هناك، لقد وجدتها، انتبهت لها فعرفت أن صديقتها كانت تبحث عنها. جاءت إلينا مع أخيها، وقالت، أين كنت تلك الليلة؟ لقد بحثت عنك طوال الليل، وجعلتيني أبكي. فقال أخوها للرجل، من أنت، وماذا تفعل أختي معك؟ قال، لقد وجدتها تحت المطر، فأخذتها لأعيدها إلى بيتها في الصباح. أمسكها من ذراعها، وقام بجرها إلى سيارته، وعاملها بعنف. وعاد الرجل إلى المنزل، وقد حل المساء، وقد تعلق قلبه بالفتاة، وشغل باله بها. ظل يقول في نفسه، العقبها أخوها لأنها باتت تلك الليلة عندي، ومرت أيام وأسريع، وهو يفكر فيها وبما حدث بينهما. وفي إحدى الليالي، اتصلت صديقة الفتاة العمياء بي، وقالت إن صديقتي تريد رؤيتك غداً لإخبارك بأمر مهم. ذهبت إلى المكان الذي سنتقابل فيه، وجلسنا نتبادل الحديث، وكانت الفتاة العمياء لا تتكلم كثيراً. كانت في حالة من التوتر والقلق، ملامح وجهها تبين كل شيء، فأخبرت صديقتها أن تتركنا وحدنا نتحدث قليلاً، فذهبت بعيداً. كانت العمياء ملتزمة الصمت، فسألتها هل أنت بخير؟ قالت نعم، قلت ملامح وجهك لا تبين ذلك، فردت علي وقالت هناك أمر مهم علي إخبارك به، لا أعلم من أين سأبدأ كلامي، ولا أعلم من أين سأبدأ صدمتي، قالت، إني حامل مني في شهرها الأول، قلت لها كيف ذلك؟ قالت، والله لم يمسسني أحد غيرك، وأنا أريد أن أسقط حملي، فإن اكتشف أخي ذلك سيقتلني أنا وأنت من دون شك، هو مسافر ليومين من أجل عمله، وأنا أريدك أن تساعدني أن أسقط حملي قبل أن يكبر بطني ويكتشف الأمر، قلت، كيف نفعل ذلك؟ فقد ارتكبنا ذنبا كبيرا، ولا أريد أن نخفي ذنبنا بذنب أكبر، أتركيني أياما وأنا سأتولى الأمر، ذهبت إلى بيتي في قلق وخوف، وتوتر شديد، أفكر في حل المشكلة، كنت أمشي في الشارع وأكلم نفسي، وأنا أقول، ماذا أفعل الآن؟ هل أتزوجها؟ أم أهرب؟ أم أتركها هكذا؟ ضميري يقول، كيف تفكر في الهروب وأنت شاركتها الخطيئة؟ وأنت سبب مصيبة؟ قلت، أنا سبب المصيبة، وسأتزوجها وأتحمل خطأي، وبينما أنا أسير في طريقي، وأكلم نفسي، لم أنتبه إلا على صوت سيارة تدهسني، ولم أرى إلا الظلام، عندما فتحت عيني، وجدت نفسي في المستشفى، والألام في جميع جسدي، وعظامي مكسورة، وأنا لا أدري ما الوقت، وما التاريخ، صرخت منادياً على الطبيب بصوت عال، وقلت، منذ متى وأنا هنا؟ تسمى الطبيب وقال حمداً لله أنك استعدت وعيك، فمنذ شهر ونصف الشهر وأنت فاقد وعيك، وأنت بين حي وميت، وعليك أن ترتاح لفترة طويلة، وفجأة تذكرت تلك المسكينة التي أخبرتها أني سأتصل بها بعد أيام، وها قد مر شهر ونصف الشهر، وكنت قلقاً عليها، حاولت الخروج من المستشفى، ولكن لم أستطع الوقوف، فاتصلت بصديقي، وجاء إلى المستشفى، أخرجني منها على كرسي متحرك، اتصلت بالفتاة، فردت صديقتها، وكان كلامها غريباً معي، ذهبت إلى بلدتها، وقابلتها، وجاءت الفتاة، وليس معها صديقتها العمياء، وعندما رأتني على تلك الحالة، انصدمت، وقالت ما بك، فأخبرتها بكل ما حدث، قالت، إذن لهذا لم تتصل، قلت الآن أريدك أن تأخذيني إلى بيت صديقتك العمياء، لنطلب يدها من أخيها، لا أريد أن أتأخر عليها أكثر من ذلك، قالت، أنت تأخرت بالفعل، لقد انتظرنا اتصالك كما قلت، ولم تتصل، فقررت صديقتي أن تسقط الجنين، وذهبنا إلى المستشفى، ولكن أثناء العملية، حدث لها نزيف وتوفيت في الحال، انصدم الشاب، ولم يصدق ما حدث، وأصبح في شتات من أمره، وذهب مع صديقتها إلى قبرها، جلس يبكي على قبرها كالطفل الصغير، يرتج أن تسامحه على غلطته معها، وبدأ يطلب من الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، قال، كنت أريد أن أتزوجها، وأن تكون أماً لأولادي، ولكن حدث ما هو غير ذلك، ذهبت إلى البيت، فاتصل بي الطبيب، وقال، اكتشفنا من التحاليل أنك مريض بالإيدز، ويجب أن تتعالج من الآن، فقلت، لن أخذ العلاج، سأترك نفسي إلى الموت، وأعاقب نفسي، وسأزيد إلى جرحي جراحاً حتى أموت، فالفتاة فقدت حياتها، أنا سأفقد حياتي، ونحن ندفع ثمن أخطائنا، إن من هذه القصة، مشاهدين الكرام، دروساً وعبراً وعظات، فالزنا جريمة مستنكرة، حرمتها كل شرائع الله عز وجل، قال تعالى، لا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فإن من وقع في الزنا عليه أن يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة والندم، توبة على ما فعل، وما أذنب في حق نفسه، وفي حق الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قريب، مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لا يرد سائلاً، ولا مستغفراً إلا أعطاه، وغفر له، وأجاب دعاءه، وتاب على كل التوابين، لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة أعرف دينك، سوى ب卡ولين ويقوم بها، างنى بكزش، مشاركة،